الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة النمل المصير الذي انتهى إليه قوم فرعون الذين كذبوا رسولهم موسى عليه السلام وأنهم كانت جحودهم وتكذيبهم بعد الإيقان بأن هذه آية الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وجحدوا بها بآية الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو ثم قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قد بين الله تبارك وتعالى فصل هذه العاقبة بأنه يعني أغرقهم أجمعين قال فنبذناه وجنوده في اليم فكان هذا المصير وقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فهذا مصير من كذب الرسول ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمته على أهل الإيمان نعمته على بني إسرائيل ومن بني إسرائيل كان داود عليه السلام وابنه سليمان آتاهم الله آت الله تبارك وتعالى داود الملك على بني إسرائيل وشد الله تبارك وتعالى له يعني الدولة وقال جل وعلا وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب دولها راسخة البنيان قوية الأركان وورث سليمان وابنه يعني هذا الحكم من بعده في بني إسرائيل انظر كيف كان تمكين الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل في الأرض قال جل وعلا مذكرا نعمته سبحانه وتعالى على هؤلاء العباد المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما ذكر الله داود وابنه سليمان وأنه سبحانه وتعالى آتاهما علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هذا العلم طبعا علم بالدين وعلم بالشريعة وعلم بسياسة الملك وعلم علوم أخرى خصهم الله تبارك وتعالى بها فمما خص الله تبارك وتعالى به عبده داود أن علم الزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه وهذا الصوت الحسن الذي كان يقرأ به الزبور وترديد الجبال والطير معه كذلك علمه الله تبارك وتعالى صنعة الدروع هو أول من صنعت دروع كما قال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوسي لكم لتحصنكم من بأسكم فهذا أنتم شاكرون فكان أول صانع لدروع والأسلحة على هذا النحو علم الله تبارك وتعالى سليمان علم عظيم صلته الله تبارك وتعالى على الجن الشياطين منهم أن يأسرهم أن يسخرهم في عمله يسخر الله تبارك وتعالى له الريحة تجري بأمره رخان حيث أصاب علمه منطق الطير أنواع من العلوم أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين قال أي سليمان وداود الحمد لله شاكرنا الله تبارك وتعالى الحمد لله بجمع كل معاني الحمد وهو الثناء وذكر الله تبارك وتعالى بالجميل لإفضاله وإنعامه ولصفاته جل وعلا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فقد حمل الله على أن فضلهم الله تبارك وتعالى على كثير من عباد المؤمنين فضلهم بالنبوة بالملك بهذا العلم الذي آتاهم سبحانه وتعالى قال جل وعلا ورث سليمان داود ورثه في الملك ورثه في العلم وفي سياسة بني إسرائيل وكان بني إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك النبي خلفه نبي من بعده هذا الرجع على الله تبارك وتعالى خلافة يعني داود في ابنه سليمان معه فكان يجمع له الله تبارك وتعالى بين النبوة وبين الحكم ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يخاطب سليمان قومه في بني إسرائيل يا أيها الناس علمنا منطق الطير هذا من العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى منطق الطير لغته كيف ينطق وكيف يتكلم وهذا علم خاص أعطاه الله تبارك وتعالى إياه ولا شك أن طبعا للطير لغات تتكلم بها وتفهم بها لأنها أمم كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمثال البشر أمم جماعات تعيش جماعات ولا يمكن لجماعة أن تعيش إلا إذا كان بينها لغة مشتركة يتفاهمون بها ويتخاطبون بها فالطير لها لغاتها علم الله تبارك وتعالى يعني لغات الطير لسليمان عليه السلام قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء من كل شيء مما يعني يحتاج له الملك الملك والقوة والسلطان والجيش ونظام العظيم للإدارة سلطان العظيم أتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا يعني الذي هم فيه لهو الفضل المبين من الله تبارك وتعالى فضل الله تبارك وتعالى البين الواضح لكل ذي عينيه قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حشر جمع لسليمان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جنوده التي يعني جندها الله تبارك وتعالى له من الجن والإنس والطير الجن كانت جنود له وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الجنود يعملون أعمال لا يستطيع كثير من البشر أن يقوم بها كما قال تبارك وتعالى يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثان كالجواب وقدور الراسيات عملوا أهل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر يعملون له ما يشاء من محاريب أبنية محراب يعني للصلاة وتماثيل ودفان كالجواب جفنة الجفنة هي القصعة الكبيرة التي يعني يطعام فيها كالجواب جمع جابية والجابية هي بركة الماء الواسع يعني جفنة للطعام كقدر البركة الكبيرة من الأديات وقدور راسيات قدور عظيمة تأخذ عدد كبير من الإبل والغنم تطبخ فيه راسيا ترسو بهذا الرسول يعني مع هذا الكبر العظيم وذلك لإطعام يعني هذه الجيوش وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود حال كونكم شاكلين لله وقدروا من عبادي الشكر فهذا من شكر الله تبارك وتعالى وهم يشكرون الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وحشر سلمان جنوده من الجن والإنس الذين كانوا في تحت إمرته والطير كذلك طير مجند له فهم يوزعون ليس كل الجن طبعا وإنما الله قال مننا الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين من الشياطين عن بعضهم وكذلك لم يكن له كل الإنس فلم يكن له كل الناس الذين في الأرض ولكن كان له بعضهم بلوا إسرائيل الذي كان ملكا عليهم والطير كذلك له مجموعة من هذه الطيور تخدمه وتقوم بأمره وسيأتي قصة هدهد كان في خدمته وانظر ماذا قام به المهمة العظيمة التي قام به فهم يوزعون يعني كل هؤلاء الجنود المحتشدة من هذه الأجناس من الجن والإنس والطير يوزعون يجمعون يعني عندما يكون هناك النفير هذه كل فرقة وكل جماعة وكل هذه الأوزاع تجتمع كل مجموعة لها رئيسها ولها نظامها ولها عملها فهو هم جنود منتظمون جيش منظم موزع كل في مهامه قال جل وعلا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم يعني أن يخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان أنه في إحدى خرجاته بهذا الجيش المجموع أتوا جاءوا على وادي النمل وادي من الأرض تكون في مجموعات للنمل قرى للنمل قالت نملة محذرة أخواتها وجماعتها يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يعني كأن هذه محذرة والنمل معروف أنه يعني في جماعاته هناك من يرقب الطريق ومن يعرف العدو ومن يعرف الآتي والقادم فهذه حذرت أخواتها وقالت لهم دخلوا مساكنكم حماية لهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده أي في مشيهم وهم لا يشعرون أنهم يعني في شعورهم ما نمل هذا يعني لا ينظرون تحت أقدامهم حتى يروا نملة أو وادي نمل فيجتنبونه قال جل وعلا فتمس مضاحكا من قولها سمع سليمان عليه السلام مقالة هذه النملة وهي تحذر أخواتها وتقول هذا وقد علمه الله تبارك وتعالى يعني منطق الطير ومنطق الحيوان يعني أقوال يعني أقوال هذه الأمم فعند ذلك تبسم ضاحكا من قولها التبسم معروف اللي هو بداية الضحك وظهور يعني فقط ليس القهقها وإنما تبسم بداية الضحك ضاحكا يعني أن كان ضاحكه التبسم كما جاء في وصف النبي كان ضاحكه التبسم يعني لا يضحك بالقهقها وبالصوت وإنما فقط مجرد التبسم قال جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها وهذا من كمال خلقه كذلك وليس من لأن الضحك مع القهقها إنما هو فعل يعني الجهال وسوخة فتبسم ضاحكا من قولها وقال عند ذلك يعني ذكر نعمة الله تبارك وتعالى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالحا أن ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين انظر دعاءه لله تبارك وتعالى مع كمال التواضع للرب جل وعلا قال ربي أوزعني أوزعني اجمعني يعني اجمع أوزعي كلها اجعل كل همتي وأعضائي كلها في شكرك ربي أوزعني أهلني بكليتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي نعمتك التي أنعمت علي ونعمته هنا نعمة الله تبارك وتعالى يعني مفرد أضيف إلى معرفة فتعم يعني نعمك العظيمة التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن هيئني أن أعمل صالحا ترضاه وتقبله وتثيب عليه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة يعني سلكني مع عبادك الصالحين وهذا من كمال التواضع أنه لم يرى لنفسه يعني علوا على على أهل الإيمان بل طلب أن يسلكه الله تبارك وتعالى في جملة عباد الله تبارك وتصالحين في الدنيا الأخيرة وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فانظر كيف أنه لما يعني وقف على هذه النعمة نعمها قليلة وهي نعمة أن الله تبارك وتعالى علمه يعني منطقة طير وسمع هذه النملة تقول هذا وقد علمته وعلمت جنوده يعني كذلك عذرت في هو وجيشه من أن يحطموهم عند مسيرهم قالت وهم لا يشعرون كل هذا يعني أحيا عنده الشعور بنعمة الرب تبارك وتعالى وإحسانه وفضله عليه فقال هذا الدعاء قال جل وعلا وتفقد الطير تفقد الطير هذا الدليل على يقظته وعلى أنه قائد وملك يعني يقظ يعرف مملكته وادد تفقد الطير من جملة هذه الطير التي هي في جنده تفقدها ومعنى تفقدها يعني ينظر هل كل منها كل في الخدمة وقائم بالمهمة التي كلف بها أم لا قال جل وعلا وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين هذا أحد جنوده هدهد من جملة الجنود هذه الجوش الجرارة لكن قائد يشعر ويدرك ويحس غياب جندي صغير من جنوده غياب الهدهد هذا الطير الصغير قال جل وعلا وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لماذا أراه أم كان من الغائبين يعني عن نظري في مكان ما لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبي هذا من الحزب والصلامة وأن هذا يعني قال إن كان يعني قد فر من الخدمة أو ذهب بنفسه أو تهاوى في الأمر فهذا لا بد له من العقوبة واختار له عقوبات شديدة قال لا أعذبنه عذابا شديدا لو كان قد أهمل في واجبه وفي قيامه أو لأذبحنه إن كان فر وذهب وظن أنه يعني يفلت أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبي فإما عذاب إن كان نوع من التهاون وإما ذبح إن كان فرار وإما أن يأتيني بسلطان مبين بعذر واضح بين سلطان يعني أمر قاهر ظاهر على غيابه فلا بد أن يأتي بعذر يعني يعذر به على غيابه عن مكانه وعن مقامه أو لا يأتيني بسلطان مبين هذا على كل حال ذكر الله تبارك وتعالى عن هذا عن سليمان ينبئ أن هذا قائد نعم القائد وأنه في مقام اليقظة الكاملة والعلم الكامل بكل جنوده وأن طيرا إذا يعني تخلف عن مقامه كان له معه هذا الشأن العظيم قال جل وعلا فما كث غير بعيد يعني الهدهد ما كث غير بعيد يعني طال مكثه في الغياب غير بعيد يعني ليست مدة طويلة وإنما مدة قصيرة فقال أي جاء الهدهد إلى سليمان وقال له أحط بما لم تحط به وقال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين الهدهد الحقيقة جاء يعني منتفشا وقائلا لسليمان كلام عظيم جدا قال له أحط بما لم تحط به يعني عندي علم شيء لم يصل إليه علمك فجعل نفسه أنه قد بلغ إلى علم لم يبلغه سليمان هذا سليمان النبي في علمه وفقه وعلمه بالطير وإدارته الهائلة لكل هذا يأتي له الهدود ويقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين جئتك من سبأ هذه المملكة في اليمن بنبأ يقين النبأ هو الخبر العظيم يقين أكيد لا شك فيه ليس مجرد ظن وإنما هو عن رؤية وعن يعني أمر أنا متأقل منه إذن كان هذا الهدهد لم يكن غائبا يتلحى أو فار من الخدمة وإنما كان ذاهبا في أرض الله تبارك وتعالى يبحث عن يعني مملكة تغزى عن قوم يشركون عن باب تذهب إليه يعني جيوش الله تبارك وتعالى فاتحة قائمة منتصر قال له أحط بما لم تحط به وهذا هو يعني هدف الدولة كلها هدف الدولة كلها هو نشر يعني الدين في الأرض فقال له الهدهد أنا جئتك بأمر عظيم أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أول أمر استنكره أن يكون امرأة على رأس القوم قال إني وجدت امرأة تملكهم تملك القوم وأوتيت من كل شيء أنها ذات سلطان هائل وأوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك العرش والأبهة والوزراء والأعوان والجيش المعد وكل أدوات الملك وأوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك ولها عرش عظيم اختص بهذا بأنها لها عرش عظيم في أبهته وفخامته لعله بكراسيه ونحوه وتيجانه ذهب أو من أبانوس أو موشى بالذهب أمر عرش عظيم تجلس عليه وحولها يعني جندها وزراؤها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدت هذه المرأة المتمكنة والتي لها هذا الملك العظيم هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله قوم اشركون يعبدون الشمس ولا يعبدون الله تبارك وتعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله غير الله تبارك وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم زين جملا الشيطان جعل هذه الأعمال القبيحة أعمالهم القبيحة حسنة في عونهم من أعمالهم القبيحة عبادة غير الله تبارك وتعالى وأن تكون هذه المرأة هي ملكتهم وهي قائمة وأعمالهم التي يعملون جمل الشيطان لهم هذا العمل القبيح في نظرهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل صد المنع يعني منعهم عن السبيل السبيل سبيل الله تبارك وتعالى الطريق بالألف واللام السبيل المعهود السبيل الذي هو السبيل الطريق الذي لا ينبغي أن يسمى طريق إلا هو وذلك أنه طريق الرب تبارك وتعالى الموصل إلى رضوانه وجنته وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون قد أعماهم الشيطان وأخذ بهم إلى الشرك والكفر ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله يعني هلا سجد هؤلاء لله وكان سجودهم لله سبحانه وتعالى يعني دعوة إن الذي ينبغي له السجود ويصح له السجود هو الرب الإله سبحانه وتعالى الله جل وعلا ألا يسجدوا لله ثم وصف الله عز وجل الذي يخرج الخبأ في السماوات الأرض الخبأ الخبيء كل شيء مخبوء ما يخبأ عن يعني عن ما سوى الله تبارك وتعالى لا غيب على الله ولا خبأ عليه سبحانه وتعالى الملائكة يعلمون أمور ولا يعلمون غيرها والبشر والجن يعلمون شيء ولا يعلمون غيره يعلمون ما يشاهدون وما يقع تحت حواسهم وما يغيب عنهم لا يعلمونه والله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد فكل خبء في السماوات الأرض كل أمر هو مخبوء في السماوات الأرض يعلمه الله تبارك وتعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون يعلم ما تخفون يعني الخلق كل ما يقفيه خلق من خلقه فهو يعلمه حتى ذات الصدر سر الصدر المكنون الذي لم يخرجه صاحبه إلى أحد قد يكون بعض عند الناس أسرار لم يطلع عليها غيره غير صاحب هذا السر ما أطلع زوجته ولا صديقه ولا أحد ما اطلع عليها إلا الرب الله هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا الذي يستحق أن يسهد له للشمس الله هذا الإسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى وكل أسماء الله تبارك وتعالى عائدة إليه فيقال الله الرحمن الرحيم اللطيف الخبير كل الأسماء بعد ذلك تعود إلى هذا الإسم العلم الذي لم يسمى به أحد إلا الله تبارك وتعالى فهو الإسم الخاص بالله الذي تعرفه به كل يعرفه به كل خلقه كل إذا أطلق لفظ الله فإن الخلق تعرف بأنه لا يطلق إلا على رب السماوات والأرض خالق الوجود سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو فالآلهة كل إله غيره فباطل كل إله يعني كل معبود غير الله تبارك وتعالى غير الله عز وجل فباطل اليا هو المعبود كل ما عبد فهو إله مهما كان في لغة العرب كل شيء يعبد فهو إله الشمس كان يسموها الإله وهذه الأصلام يسموها آلهة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا للشيء عجاب قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فهذه آلهة كل ما عبد فهو إله ولكن كل شيء يعبد غير الله تبارك وتعالى باطل ليس إلها على الحقيقة وإنما هو إله في كلام الناس في ظنهم في حسبانهم وكل هذا يعني أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم ربه مالكه العرش العظيم سقف هذه المخلوقات فإن الله تبارك وتعالى خلق الأرض خلق السماوات سبع سماوات انطباقا فوقها كرسيه سبحانه وتعالى فوق ذلك عرشه العرش هو سقف كل هذه المخلوقات وكل هذه المخلوقات دون عرش الله تبارك وتعالى والله هو الرب الإله المستوي على عرشه سبحانه وتعالى وعرشه فوق سبع سماواته رب العرش العظيم وعظمة هذا العرش لا يقدرها إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعرش لا يقدر قدره إلا الله لا يمكن لأحد أن يعرف سعته وزنته وعظمته إلا خالقه سبحانه وتعالى الرب العظيم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش العظيم جاء الهدهد وقال هذه المقالة العظيمة لسليمان عليه السلام قال له أنا أحط بما لم تحب وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وخطب هذه الخطبة العظيمة وبلغ هذا النبأ العظيم لسليمان عليه السلام وانظر هذا إخبار وانظر يعني تصرف الملك الحازم في مقابلة هذا الخبر فأول أمر قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين لم يأخذ كلامه على الصدق مطلقا ولا على الكذب في الرد وإنما قال سنتحقق ونتبين من هذا النبأ الذي يعني حملته وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ثم في سبيل التحقق وبيان أن هذا صدق أن الحمل على الصدق قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليه كتب كتابا من سليمان وختمه وأعطاه للهدود وقال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون ألقي هذا الكتاب إليهم وتركه لا تخاطب أحد طبعا هدود وسيحمل هذه الرسالة قالوا ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون لننظر ما هو ردهم على هذه الرسالة أخذ الهدود رسالة سليمان عليه السلام ثم ذهب بها إلى داخل إيوان هذه الملكة وألقى كتاب سليمان على عرشان وطبعا فوجعت برسالة موجودة فقالت على طول لما فتحت الرسالة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كني قالت أي ملكة سبأ يا أيها الملأ ملأها وهم مزراؤها وقادتها وقادت جيوشها إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين وهذا تفصيله إن شاء الله في الحلقة الآتية نعيش في أجوائها وفي ظلالها استغفر الله ليورك من كل ذلك فاستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر